مفهوم الوحي الناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس هيمن وسيطر عليهم طبعا لم يلغي شخصياتهم موجودة شخصياتهم وعلمهم لكن حماهم من الخطأ النظريات الليبرالية الحديثة بتقولك الوحي جزء منه إلهي معصوم وجزء منه بشري غير معصوم والسؤال كيف أميز وكيف أعرف بين هذا المعصوم وبين ذاك الغير معصوم يبقى إذن أنا لن أستطيع أن أخذ كل الكتاب وطبعا دي ضربة شيطانية القصد منها مش أني أسيب جزء لكن أنه ولا حاجة تبقى محل ثقة كلا الوحي هو شف مثلا في كونينثوس الأولى اتنين يقول ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بالي إنسان يعني ما أعلنه الله لنا بروحيه القدوس أمور لا ينفع معها القياس ولا الحواس الحواس أنا ما شفتش ولا سمعتش من شاف الله من سمع الله من راح السماء وشاف وسمع طيب ولا ينفع معها قياس لأن مش هقدر أقول الله زي لأن الله ملوش زي يبقى إذن هذه الأمور لا ينفع معها الحواس ولا القياس أمور إذن ينفع معها أعلنها الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفعص كل شيء حتى أعماق الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات بمعنى موصلين الأفكار الروحية بالأقوال التي أملاها الروح القدس فنحن نؤمن بأن الوحي معنى ومبنى لفظا ومحتوى ترجمة نانسي قنقر